معنا من دوسلدوف عضو المجلس الثوري لحركة فتح والناطق باسمها الدكتور جمال نزال أهلا بك دكتور جمال أبدأ معكم بقضية ضبط شحنة أسلحة مهربة من إيران إلى الضفة الغربية وبعض المصادر تتحدث عن أنه يمكن أن تكون لحركة فتح ما صحة ذلك؟ لا تتوفر لدي الآن المعلومات الكافية للتعليق عنها ولكن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ضبط شحنة أسلحة مماثلة وبالتالي ألا تعتقد بأنه واردة ولمن تحديدا؟ هل تنفي أن تكون لفتح مثلا؟ ليس عندي معلومات كافية للتعليق على ذلك هذا ما أستطيع قوله الآن أنتقل معك إلى جلسة مجلس الأمن التي هي منعقدة الآن المعطيات تشير إلى إمكانية أن يتم التصويت على مشروع القرار الذي يدعي لوقف إطلاق النار وإطلاق الرهائن ولكن نتنياهو منذ قليل هدد الولايات المتحدة بأنه إذا لم تستخدم حق الفيتو ضد هذا القرار فإنه لن يرسل الوفد إلى واشنطن لمناقشة بداء العملية رفح هل تعتقدون بأن الولايات المتحدة ستستجيب لهذا الضغط لناتنياهو وتستخدم حق النقد؟ حسب القراءة المتوفر بهذه اللحظة سيمر هذا القرار ويفرض وقفا لإطلاق النار يكون ملزما أيضا لإسرائيل مشينا طريقا طويلا للوصول إلى هذه اللحظة ونأمل أن تتكلل بالنجاح دون مفاجآت سيئة في اللحظة الأخيرة دولة فلسطين مسنودة بالمجموعة العربية ظلت تحاول على هذه الجبهة العالمية المهمة أن تصل إلى وقف إطلاق النار لا يشمل في نصه إدانة لحماس وهذا هو الكفاح الفلسطيني الأصلي في مجلس الأمن لأن مشاريع عديدة لقرارات وضعت أمام مجلس الأمن تضمنت إدانة لحماس مما يحمل الطرف الفلسطيني ويعفي إسرائيل عن المسؤولية هنا وقفت فتح أي منظمة التحرير الفلسطينية سندا للحالة الفلسطينية علما بأن حماس مع كل فرض صلاة منذ السابع من أكتوبر تطلب وقف إطلاق النار ولا تستطيع الوصول إليه لأن إسرائيل غير معنية بوقف إطلاق النار إسرائيل نتنياهو وجدت ضالتها فيما حدث يوم 7 أكتوبر وتريد أن تستفيد من هذا حتى نهاية المطار دكتور جمال عندما نرى هذا الموقف المتشدد لناتنياهو ونعطف عليه أن هذا القرار حتى إن صدر هو ليس تحت بند الفصل السابع وبالتالي ليس ملزما لن ينتج عنه أي عقوبات على الطرف الذي لا ينفذ أو يلتزم وبالتالي هل تعتقد بأن إسرائيل ستلتزم به؟ بيد الولايات المتحدة كل الإمكانيات المطلوبة لأن تضغط على إسرائيل لأن تلتزم بهذا القرار ويبدو من تصريحات إسرائيل أنها تريد المضي قدما في اجتياح رفع حتى على مسؤوليتها الخاصة ودون التشاور مع الولايات المتحدة ومهما يحصل سنظل نحمل الولايات المتحدة مسؤولية ما سيحدث إذا ما تمت هذه الخطوة نعم بيد الولايات المتحدة كل الأوراق مطلوبة للضغط على إسرائيل لثنيها عن هذا العدوان الذي شاركت الولايات المتحدة بتوفير الغطاء له كيف يمكن للسلطة الفلسطينية بأن تستثمر هذا الخلاف الذي على ما يبدو يكبر أكثر فأكثر بين نتنياهو وبين الولايات المتحدة من المهم النعي الولايات المتحدة مع إسرائيل قلبا وقالبا إدارة بايدن ليست معنى تنياهو هذا أمر معروف ومشهود لدرجة أن التصورات الأمريكية للحل المطلوب في فلسطين عموما أقرب بكثير إلى ما تطرح القيادة الفلسطينية وتوافق عليها حتى أوروبا مما هي معنى تنياهو نحن الآن منكبون على أن تسندنا السوداسية العربية في أن نطالب مجلس الأمن الدولي بإعطاء العضوية الكاملة لدولة فلسطين مما يعطينا مفاتح كثيرة وأدوات قانونية وسياسية غير متوفرة الآن السوداسية العربية قدمت رؤيتها بهذا الخصوص لاعتراف عالمي بدولة فلسطين إلى الولايات المتحدة وستنشغل الولايات المتحدة في الأسابيع القادمة في حوار إضافي مع المجموعة العربية ومنها فلسطين لتقديم جوابها على هذا الطرح لكي نصلح ما فاتنا ذات يوم من أننا جعلنا الاعتراف بدولة فلسطين في نهاية عملية التفاوض الآن نريد أن يسبق الاعتراف العالمي بدولة فلسطين أي حديث في السياسة مع إسرائيل شكرا جزيلا لك كنت معنا من دوسر الدفاع عدو المجلس الثوري لحركة الفتح والناطق باسمها الدكتور جمال نزال شكرا لك